كذلك حضرتك وشوفتكونا بنتابع جزء من تدريب الفريق الأول طبعا هذا الصباح وخلينا بقى نتكلم وين نستكمل كمان حدثنا عن طبعا مباراة الأهلي والكتن الكاميروني وعندنا كلام كتير برضو عن الدوريات المختلفة بس خلينا في البداية نرحب باستاذنا العزيز جدا الأستاذ محسن لملومة الناقد الرياضي بونجور جدا بونجور جدا صباح يا قولي أستاذ محسن أخبار حضرتك إيه الحمد لله تمام كلينا نبتدي بعد إذنك بالخبر الحلو اللي كلنا سعيدنا بيه مبارح فكرة أن الفيفا أعلن اعتماد الأندية أبطال القارات ابتداء من 2021 والغاية في 2024 في أن هما حيشاركوا في النسخة القادمة من كسر عالم للأندية 20-25 وده بالضرورة معناه أن الأهلي حيشارك وده خبر نزل كالصاعقة على البعض آه طبعا يعني اسم الله مرحيم طبعا ده خبر سعيد جدا لأنه يعني هو فيه كذا شبط يعني منه أنه أنصف البطولة العشرة المظلومة تماما في النادي الأهلي في تاريخ بطولات أفريكا في النادي الأهلي أنه طبعا الأمور احتفل أكتر بالتسعة لأسباب كتير منها أنه على حساب الزمالك منها توقيت الفوز نفسه في المباراة منها أنه قاعد سبع سنين يجيب عن البطولة لكن البطولة العشرة يعني أهدر دمها لكن ده إنصف لي أنه بطولة أشراكت الأهلي مرتين في كاسر عالم للأندية مرة في قطر أو في الإمارات والأهلي فاس بالمركز الثالث والمرة طبعا البطولة المجمعة اللي هي عشرين خمسة عشرين فده طبعا شيء جميل وبيحسب وبيخليك دايما يدي لك يعني بتاخد من ده لماتشق قطن بالمناسبة اللي هو ايه؟ اعمل اللي عليك أنت في النهاية بتكسب وهو شوف سبحان الله ربنا بيكفأك يهي أقدار كده السعي دايما ربنا بيكفأك أنت أصلا شاركت في كاسر عالم للأندية الأخيرة اللي في المغرب لمجرد أنت وصلت للنهائي وخسرت طبعا قدام الوداد الوداد طبعا كان خلاص يشارك لقينا البطولة كاملة في المجرب فهو دايما ربنا بيكفأك على السعي فانت أعمل لعليك عشان كده ده طبعا خبر مفرح جدا والقال سبحان الله بيشارك للمرة التسعة في تاريخه اللي لم يشارك قبل ذلك اللي لم يكمل مثلا التسعة دي السنة دي أو السنة الجاية فطبعا ده شيء جميل يعني ماشي مع قيمة وقدر النادي الأهلي شيء محترم جدا لا إحنا يعني بجد حسينا بنفس الكلمة حيك بتقوله ده فيه إنصاف في الخبر فعلا هجاجاته في وقتها بشكل كبير جدا حتى وإن أحزن البعض زي ما كنت بتكلم أو بنهزر بس لا لا معلش أه منك إنتي معلش لا لا معلش عارف كان زمان الستات كبار السنة زمان الجدات يقولك إيه أنت مريه منك عارف أن يصطلح ده طيب نخش بقى على الأهلي والقطن الكاميروني ومباراة صعبة ومش سهلة أبدا ولتقبل القسمة على اثنين والأهلي لازم يكسبها بإذن الله هيحصل ولكن على الصعيد التاني القطن الكاميروني أكيد ما عندوش غير نية واحدة وهدف واحد على يعني ووضح ومقبول ومشروع خلينا نشوف قرأتك برضو إزاي بعد مباراة سانداونز وإن شاء الله مع القطن الكاميروني والله هو النادي الأهلي مطالب أنه يعمل عليها يعمل عليها طبعاً إذا ما حرك ذكرت لازم حاجة مهمة جداً أن فريق القطن ما عندوش حاجة يبكي عليها فعشان كده أنه بيحاول خلاص وفريق خرج رسمي من البطولة خسر الأربع مريات اللي يلعبهم فبالنسبة له حتى يعني أنه يجمل صرطه على أهلي يعني إذا كان القطن بيجمل صرطه فماذا عن النادي الأهلي لازم يعود التأهل في يدي بس ساعات برضو في المقابل للفرق اللي بتبقى ما عندهاش حاجة تخسرها وتحس أنها إيه خارجة مقهورة من بطولة ما هي مشاركة فيها بالعكس دي ممكن تتجأك بأداء أنا أتكلم على كده بقول أنه أنت بتقابل فريق ما عندوش حاجة يبكي عليها فلعبك عادي أو لو تقلب ما عندوش مشاكل لكن هو بيلعب للفوز لتحسين صرطه يعني هو خسر أربع مباريات فيعني الفريق الوحيد اللي خسر دي مقشرة كلها في الدور المجموعات فأكيد يهمهم الصورة دي وعدين هتتجمل قدامين بقى قدام النهايدي الأهلي فعشان كده هو يهمه أنه حتى لو طريق بتعادل هو بالنسبة له ده مكسب فعشان كده 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 البعض من قبل حتى انتلاق فعاليات البطولة دي شايفين أن القطن الكاميروني يعتبر هو الفريق الأضعف في مجموعته إلى أي مدى كلام ده مصبوط لا 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 مش صحيح القطن كان لحد دوقت قريب كان بيصل وصل النهاية قدام النادي الأهلي في 2008 والأهلي اتعادل معه حتى في جروة يعني هو بس مر بظروف مش كويسة في فترة أخيرة لكن هو في النهاية فريق كويس على فكرة لكن هو الظروف هي كلكم كاميروني فمعنان هو فريق طوي بزبط فريق كويس والأهلي قبل كده تخطى حتى في فدر الأبطال وفي كون فدرلية بدربات ترجيح بصعوبة يعني لكن هو فريق مستهل لكن هو طبعا كان عنده شوات مشاكل والظروف ما خدمتوش خلاص في الموضوع انتها بالنسبة له خرج رسميا فعشان كده المباراة بالنسبة له بيحاول يجمع صورته كذلك النادي الأهلي انت بقى بعيد عن حسابات بقى تأهل خلاص قالت اللي بتقعد بيديك انت النادي اللي يلعب لإسمك إلعب لكبريك انت لازم تكسب المطشين مش موم تأهلت وتأهلتش الموضوع منتهي انت بتلعب لإسمك مش النادي الأهلي اللي خلاص بقى بقى سنة خسرت فخلاص بقى مش هتأهلتش مش فارقة لا 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 مش النادي الأهلي لان الحاجات دي تاريخ بيتكتب عليك بيتحسب عليك كم تأهل كم نقطة ده تاريخ ده تاريخ ترقومي هو اللي بيخليك انت ناد الكار هو اللي بيوصلك لحق يعني مثلا نادي الأهلي في البطولة الأخيرة لما شارك وخسر كان خارج حساباته خارج كاسعام الأندية فتتلعب في المكان الوحيد في العالم اللي هو ممكن يتيح لنادي الأهلي يشارك وحصل في المغرب والأهلي يشارك فانت مطالب ان انت تلعب لكبريا اكما مش مهم بقى ايه اللي حصل كمان انت طبعا خارج من بهزيمة قدام صندونز المبارد أخيرة وهزيمة سقيلة فانت لازم هتصلح جمهورك بايه قال لشيء الفوز وما لكش دعو بقى بالمبارد طبعا يوم السابق بيت الحسابات يعني اه الاهلي اسمه القطن عفوا الهلال وسندونزي العابو معادي انت ما يعملك شعل حتى لو فازي الهلال وهي نتيجة الوحيدة لو تقسي الاهلي رسميا انت خلاص انت بتعمل عليك ويجلال برضو تكسب لاسمك مش اكتر لكن انت بتعمل عليك انت حتى مجرد فوزك في على القطن بيوتر مبارد تاني بيوتر فريق الهلال اللي هو بيأمل ان الاهلي يتعصر قدام القطن عشان هو يصعد رسميا الاهلي في حالة الخسارة على قد الله او التعادل خلاص هو الهلال الاهلال الرسميا لكن في حالة الفوز بيوتر الهلال اكتر فانت كده بتدي كمان رسائل اكتر لان انت طبعا انت يهمك التقاول رغم كل اللي حصل في الاهلي الاهلي ما خرقش الاهلي اللي هو فاز على القطن وطبعا كلنا عارفين والنتيجة والهلال لم يفوز الاهلي بنسبة كبيرة في النهائي عفوا في فدور الستاشر فدور التبانية عفوا عشان كده انت ما زالت فرصك في ايدك فانت فعليا ما خرقتش من البطولة ومش مطالب منك جرنية تفوز في الماتشين مباراة قدام فريق هو الاقل في البطولة وان لم تكن صعبة مباراة مش صعبة مش سهل قصدي مباراة صعبة جدا قدام فريق طبعا خلاص ما عندوش حاجة عيبك عليها والمباراة الاخيرة على ارضك ورد اعتبار قدام الهلال والقصة اللي احنا القصة اللي بي خلي بنا بين الهلال السعوداني دي فانت يعني انت تفوز مش طلب منك اكتر من كده في حالة لو ساندونز كسب الهلال فانت مطالب بأين الفوز بأين نتيجة في حالة التعادل فانت مطالب بالفوز بفرق اهدفين اعتقد ده في الامكان في النسبة لنادي الاهل من وجه تنظرك برضو استاذ محسن لو حتحطك مكان كولر مثلا ماشي سيناريو ابدأ انا مباراة القطن عندي بسكوات كامل وخلاص انزل واخلي اللعيبة بتاعتي تعمل كل الطاقة لو لا يعني طب اتشيف منت زي ما بيتقال بتاعهم ولا يعملوا ايه ولا نبدأ ازاي لا لا طبعا يعني مش بحب اتكلم قوي في الامور الفانية بتاعت المدرب هو اضرب فرقته هو اللي معهم ده ده اخير حضرتك المدرب دلوقتي او سيناريو هامل اللي حركة قلت علي اللي ابدأ بالضغط من اولها او ضغط من اولها عشان اي وقت بيعد ده محسوب عليك انت فانت اديهم الصقة لان هما اكيد عازمين من جواهم ان هما هما نفسهم يصححوا الصورة السيئة اللي ظهروا عليها يوم السبت اللي فات فاديهم الفرصة وما فيش مشاكل البقية اللعبة موجودة معاك على الدكة تقدر تبدل في اي وقت تعمل احلال وتجديد والتغيرات معاك يعني ما فيش مشاكل فانت ابدأ المبارة دي تخلص من البداية ولاست النهاية فيه كلام داير كده بقاله يوم او يومين بس هو في الاول وفي الاخر كلام سوشيال ميديا ما تقدرش يعني تستنتج حجم المصداقية اللي فيه وصل فيه بس كان فيه كلام وتلميحات على امكانية تفويت مباراة لاقصاء النادي الاهلي وكلام دا كان بالتزامن مع اعلان برضو الله اعلم مدى صحته ان سان داونز اعلن عن اصابة 11 من من اللعيب فكلام دا كله اهاري فيسبوكي ولا هو الحداشر اللي اعلن عنهم كانت المباراة كان عندهم مباراة مباراة بارح في الدوري او في بطولة سكافة مش متذكر لكن هو مش مباراة الهلال هو هو مسافرش هو سفر النهاردة غالبا سفر النهاردة هو دا مش مباراة الهلال خالص دا هو عنده 11 لعب ريحهم اللي هو وبالمناسبة قدام فريق يعني ضعيف نوعا ما وكسبو كمان كسبو 5 واحد فهو مش محتاج هو عارف حجم الفريق اللي قدامه عشان كده حتى 10 لعب عنده 16 سنة هو بس فكر فكر المؤامرة فكر المؤامرة هو يعني فكر دا كان من ضمن التفاصيل اللي الفيفا شخصيا نتكلم عنها هو بيعلن عن الشكل الجديد لكاس العالم لان دا سان داونز مش هيفرط في المباراة السبب لانه هو مش عشان الأهل ولا يقص الأهل والكلام اللي بنقول عليه عشان هو ممكن يفقد المركز الأول يعني يفقد المركز الأول يعني هيقابل أحد ثلاثة اللهم الأقرب للمركز الأول ترج تونسي الوداد المغربي والرجاء المغربي تبليئ أنا أخش من ربع النهاية قدام الفرق الكبار دول أنا لما أطلع أول كاسان داونز يعني ممكن قابل التواني اللهم أسهل نسبيا من الفرق المركز الأول زائد أن المباراة تانية هتكون على أرض لا حسابات برضو فعشان كده هو ليه يفقد ده لأنه مش في دماغه هو لو خسر المباراة النتيجة الوحيدة اللي اطلع الأهل الرسمي هيبقى الهلال هو الأول هيبقى الهلال الأول لا ما هو النهاردة عشرة تسعة لسان داونز والهلال لو الهلال كسب يبقى 12 وأنا عشر اللي هو سان داونز يعني من وجهة نظره أي نعم وهيكسب الماتش الأخير قدام القط بس هو يمكن يحط في اعتبار طالما الأهل خرج رسميا ممكن يبقى فيه لا مبالاة فالهلال يكسب تاني يعني يعني هو هو يبعد نفسه مش أقولك ما يكسبش لا ما يخسرش على الأقل يتعادل هي نتيجة اللي يتخليه أول في كل الأحوال فهو مش عشان النادي الأهلي هو بيبص لحساباته هو فدي أعتقد صعبة وكلام موجود على السيش الميديو ده طبيعي ما فيه مش مشاكل لكن بعيدة شوية لأن هيفقد المركز الأول ويفقد الميزات سكرتها لحضرتك طيب خلينا نروح بس هاتفيا لزميلنا العزيز فاروق صراحة ومش هيكون معنا عبر سكايب يعني علشان هو حاليا الفرقة والبعثة بتنتقل بقى وحتسافر خلاص خلال ساعة قليلة جدا من جنوب أفريقيا لي الكاميرا خلينا نطمن برضو على التفاصيل ونعرف كل الكواليس يعني فاروق منشور صباح الهنة عليك طبعا في البداية ربنا يوفق البعثة ويوفق طبعا الفريق بإذن الله يروحوا ويرجعوا منتصرين ويحققوا كمان سكور وأداء رائع جدا طب مننا عن الكواليس وآخر المستجدات تفضل خليني بالبداية صب عليك أنا وانت صب على كريم وصب على أستاذ النقد الكبير أستاذ محسن لملوم وبصب على كل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة أقونات النهجة في كل مكان وخليني نسمية كلام أستاذ محسن لملوم وخليني أأكد بالفعل على كلامه بخصوص مباراة تطريق ماميلودي سانداونت بالأمس فعلا كان رولاني مكونا ريح 11 نائب من اللعبة اللي كانت طبعا بتشارك أو شاركت فيه مباراة الأهلي وبالتالي هو طيز مبارع على صاحب الترتيب اللي التاسع فيه الدوري فيه جنوب إفريقيا بنتيجة خمس أهداف مقابل الهدف كلام اللي قاله خير أنه حقق الانتصار على الهلال السوداني لتجنب مواجهة الكبار فيه الأدوار القادمة قولاني مكونا عنده أهداف كتير جدا أنه حقق الانتصار على فريق الهلال السوداني عايز يحقق العلامة الكاملة أنه يعني يصع فيه الدور الثاني بالأمس هذه كلها أمور أنا بأكد بالفعل على كلامه الناقد الكبير أستاذ محسن لاملون وبالتالي الكلام اللي أثير عن وجود 11 إصابة من جانب فريق مانيولو بيساندود تقد والكلام غير صحيح بالمرة خلينا عربك من الصورة بالنسبة لحظات خلاص هنتجه من بريتوريا إلى جوانسبرج المطار جوانسبرج طبعا هتكون في تمام الساعة الثانية والنصف والتوجه إلى الكاميرون أو بالتحديد جروة لكن خلينا أقولك أن بداية اليوم النهاردة كان يومنا بدأ في تمام الساعة الثانية تناول اللعبون وجود الإفضار خفيفة كده في تمام الساعة الثانية ثم توجه الفريق لأداء تدريبه على ملعب جامعة تابريتوريا زي عطبات آخر تدريب لجناد الأهلي هنا في جنوب أفريقيا حالة من الحماسل الشديد عند اللعبين مستر مارسل كولر اجتمع مع اللعبين تدري تقوليني دي أطول لفترة اجتمع لمستر مارسل كولر مع اللعبين يعني بعد مباراة ميلودي وصانداون تجتمع مع اللعبين قبل انطلاق المرام كلم مع اللعبين رفع من الروح المعنوية بالنسبة للعبين حمز اللعبين خلاص حسينة وقتلنا تماما صفحة مباراة ميلودي وصانداون ولكن عندنا تركيز مهم جدا لأننا نحقق الانتصار في المباراة دواء أمام القبن الكاميروني يوم الجمعة أو أمام فريق الهلم السوداني إن شاء الله طالب النعيبة بالتركيز في كافة التفاصيل اللي بطلبها من اللعبين حماس الشديد اللي شايفينه من اللعبين كل اللعبين اللي عايزة أقول لك بطمينك على الحالة الطبية الحالة الفنية للأمور المفسية التمرين النهاردة شايف روح تاني شايف حماس تاني مختلف من اللعبين خلاص أفلنا أفلنا بالفعل نهوان خلاص يعني صفحة مباراة ميلودي وصانداون خلاص النعيبة عايزة تقدم يعني زي ما قلنا كده عاربون صلح مع جماهير اللي نادلالي وبداية مصالحة لجماهير اللي نادلالي إن شاء الله يكون يعني يوم موفق للنادلالي يوم الجمعة القادم بإذن الله والنعيبة تكون في كامل تركيزها عايزة برضو أنا واندأ قلت إن رحلة الطيران هتستغرت لي يعني إدارة تقولي كده الفريق هياطفل إلى الكاميرون في 8 ساعة السابعة والنص التوي إلى الكاميرون السابسة والنص بتوقيت القاهرة المباراة طبعا هتقاوم في 8 ساعة للاسابسة بيتقييم الجمعة إن شاء الله بتوقيت بتوقيت القاهرة فنقدر نولى نحوان بمكافة الأمور بخصوص سريق اللي نادلالي بتركيزها مع السفارة المصرية تمت على أفضل لما يكون مستر مارسل كولر يعني أقدر أقولك النهاردة في المران وبعد المران أول مرة أشوف مستر مارسل كولر في اتسام على مده من بعد المباراة المبيلوجي سانداون خلاص يعني هو شايف إن إحنا ما عندنا لاجه في الهدف واحد إن شاء الله إن إحنا نفوز على فريق القتل من الكاميروني وده إن شاء الله المنتظر من الفريق بإذن الله إن شاء الله يا فاروق طيب طمني على التقس في الكاميرون وقت المباراة وفي نفس الوقت برضو طمني عن الجماهير النقطة الأهم والله نحواند اللي أثرت فيها من درجة الحرارة في الكاميرون يعني حاليا بتكلمش من 42 لـ 44 درجة موية درجة الحرارة والتقس حر جدا 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 في الكاميرون وده من الأمور طبعا الفريق طبعا مع يعني المسؤولين المدلة مع الطبيب التغذية المرافق لباس الفريق المدالي على كيفية يعني بعض الماكلات طبعا والسوائل اللي تعود كمية التقدم في درجة في الهديد الدرجة والاستطاع درجة الحرارة بالنسبة للجماهير خلاص يعني الهدارة نديل القطم الكاميروني تبحت وفتحت الأبواب وكررت حضور الجماهير مجانا من هدي المجارة طعبا الجماهير المصرية أو الجالية المصرية هناك المقيمة في الكاميرون يتم طبعا التنسيم مع أفراد استطارها المصرية لكيفية حضورها لهدي بإذن الله بإذن الله يا دي المباراة خلاص يعني مش عايزين نقول لنحنا كلام يعني مستعلك لا إحنا الدعم والمساندة موجودة لكن هنتمنى كل من اللعبة النادي الأهل إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة زي ما قلنا كده من بداية يعني مصالحة مع جماهير النادي اللي لها كل التأدير اللي لها كل يعني الحق وده الكلام اللي قالوا اللعبين يعني مع بعض اللعبة والمتكلم والجماهير اللي لهم كل الحق إحنا دورنا نحن نتحمل ودورنا نحن يعني نسيب الجماهير وتقول كل اللي هي اللي هي علته وحالة النقد الشديد ولكن نازل نرد للجمهور إن شاء الله جزء من حقه إن شاء الله في مغارات القطن يوم الجمعة أفادل بإذن الله بإذن الله وتختتنا مستمرة معك أكيد لحظة بلحظة توصلوا بالسلامة يا فاروق شكراً لك جداً زميلنا العزيز والمتقلق هي فاروق درجة حرار 44 لو لو ماتش ده بتلعب شهر 8 كان حيب الوضع عمل إزاي والله هو هنا بصراحة فيه سؤال أو بالنسبة لي أنا علامة استفهام لما الأهل موجود في جنوب أفراق ومرجعش على مصر ليه ما سافرش الكاميرون من يوم الحد مثلاً على ألف يعني عشان إيه عشان يقدر يتأقلم على الجو في الفترة دي يتضرب في نفس توقيته المباراة كذا تدريبة ليه قاعد في أجواء مختلفة عن أجواء الكاميرون يعني أنت موجود أكيد الملعب طبعاً والأجواء رائعة في جنوب أفريقيا بلا شك لكن أنت مش تلعب في الأجواء دي تلعب في أجواء تانية أنت كنت مفروض أنا مش عارف أن الفرق رهيب كده في درجات الحرارة فرق يمكن أكتر من 15 درجة سأكيد فيه شيء ما منع المنع الحكاية دي برضو اللي فيه اللوجيستيكس لها جانب الترتيبات ماشي بس هقول لحركة الحاجة يعني الأهل مثلاً لما تخطى سندونز من سنتين في 2020 وفي 2021 كان بيخلص ماتش معه هنا في ربع النهائي يوم السبت بيسافر مع الطيارة بيسافر مع الفريق على الطيارة عشان يقعد أسبوع عشان يقعد يتكافى الفترة دي الحاجات دي جابت مع النادي الأهل يقدر ينتزع التآهل في المرتين في ربع النهائي من أمام سندونز على أرض وفرض عليه التعادل في المرتين انت هنا الأجواء مختلفة أنا معارش من الأجواء يعني فرق 15 درجة تقريباً ممكن تكون الإقامة مش جيدة ممكن الله أعلم ده حاجات احنا ما نعرفهاش لكن هو سؤال علامة استفهام محتاجين إجابة لي انت ليه ما طلعتش من يوم الحد أو اللي اتنين على قال يعني كنت تاخد يبقى فيه تأقلم كتير تأقلم طبعاً المرتين مش تبقى الساعة ستة كويس إنها ستة كمان عشان تبقى الجوة أهدى شوية ليه ما خدتش فرقتك معارش إيه الظروب بس هو بالنسبة لي علامة استفهام مش هبقى أهدى كتير يعني لو نزل من 44 إلى 42 ما روحناش بعيد في الأخلي برضو أجواء قصية جداً طبعاً كان مباراة ممكن فيها الخسارة ودي قسرت لكن لو أنت كنت فوزت في جنوب أفريق على فكرة كنت ممكن تخسر في ماتشو كتني مش مشكلة كتأعكس لكن أنت النهاردة عكستها خلاص أنت خسرت هنا لازم تكسب هنا عشان تبقى على أمالك وفرصك والحاجات اللي اللي أتكلمني عليها فدي عالمة استفهام بالنسبة لي أنا مش فهمها ليه ما رحش من بدري يعني عالمة استفهام بالنسبة لي كانش فيه إجابة فالإجابة تيجي بالفوز أكيد هكون فيه إجابة لده أكيد ده ممكن الجهاز الفني يعلن عنها طيب عندي بقى يعني رقباً نحن نقلب الملف شوية وعايز روح لهالند مبارح مان سيتي خمسة ودواتي يعني واخد من الطوب تن تقريباً ففي إيه لا هو هالند ده مش معقول كائن فضاء يا أستاذ لا لا ده سفح لأني هو واحد دخل المباراة وهو يعني المباراة بدأت وهو في المركز السابع في الترتيب هدفين البطولة المركز السابع طلع في الده ستين هو في المركز اللي هو هدفين أنا أعرف الناس اللي هو محمد صلاح بالمناسبة فريق جونين يعني هو كان خمسة بقى عشرة ومحمد صلاح تمانية هو طاير على فكرة الصور عامل أقولك مش طبيعي أنا أطرف تعليق سميته عنه سجن بالخدم اليومنا واليسرى وبالرأس بأي حاجة بأي حاجة بأي حاجة يعني لا وكمان المدرب مطلعوا والله لو سابوا الله أعلم طبعا لو سابوا يقدر يسجل كمان جونين وتلاتة لا لا ده هو يعني يعني لا هو بصراحة شخص خارق للعادة بكل أمان يعني واضح أن احنا ايه قداما كنا بنقول ما حدش هيجيب أرقام رونالد وما حدش هيجيب أرقام مصري وبيكسروا أرقام قديمة زي صلاح مثلا ما قسر رقم روبو فولر لا واضح أن يعني اللي جاي هيكسر يعني إذا كان الحديث أكتر على هلند ففي دهية اسمها كفاردونا في نابولي ما كملش 22 سنة لعب جورجيا كفاردسخيل يعني لو بالنسبة يسمونه كفاردونا على أساس ماردونا يعني لا يعني ده جاي ده جاي يعني نفس هلند بس واضح أن هلند بينفس نفسه في عدد الهاتريكيات لا يعني حاجة غريبة المباراة بارح ما كانتش مانشستر سيتي ولايبزيج كانت هلند ولايبزيج يعني طبع هو ده إن ماتش بارح مليان تفاصيل تستحق التوقف أمامها وتناولها بالنقد والتحليل خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلام انطلاقا من نفس النقطة تمام فضل يا أهلا بكل حضراتكم من جديد رجائنا عشان نكمل ده درشتنا مع أستاذ محسن لملوم النقد الرياضي اللي دايما بنسعد وبنتشرف مجوده معنا في عشرة صبح في الأهلي وقفنا في كلام معاه عند هذا الكائن الخرافي العجيب المليب هلند اللي بيسجل من كل الأوضاع وبكل أجزاء الجسد وعمل حاجة عجيبة جدا صحيح يعني هو يعني ما قلت حراكم بارح ما كانش المطش ما كانش منش صار سيتي ولايبزيج كان هو هلند ولايبزيج يعني حتى ما تيجت يعني المطش بعده ما هو خرج يعني يدوب دي بروين جاب جون وبقت يعني في ناس تانية في المرش لكن هو بصراحة في حتة تانية يعني حتى لما تشوفه يعني أنا عجبني حتى سيدي التحليل هو جاي منه هو في النهاي بياخد بياخد كرة فالك يا جمع مفروض تدلو كرتين ده مفروض بيدور على كرة تانية لا فواضح انه احنا دخلين عصر جديد جدا بعده طبعا فول نجمة طبعا رونالدو وميسي واضح ان احنا مع السن الصغير الغزارة التهديفية اللي عنده هي اللي لاتي تأوي الانظار اه ما فيش فرص بتضيع خالص ده يحل مشاكل الاهلي كله مش طبيعي مش شكل الكرة المصرية كلها بصراحة مش الاهلي بس فده ده يعني بسم الله ما شاء الله ده في حتة تانية وهي دي يعني الحد النهاردة هو النجاح هو النجاح هالندي مش منشي صدر سيتي سيتي بيتعصر في البطولة دي حتى يوم يعني دايما دايما أمد بيتعصر بيصالم بقى بريال مدريد والحاجات اللي احنا عارفينها وتأهله منطقي جدا حتى يعني لو لو هنكسب واحد سفر كان يتآهل لكن النجاح هو الهلند مش أكتر يعني سنقلت حراكة انه دخل المباراة في المركز السابع خرج من المباراة بعد ستين دقيقة في المركز الأول وماعتقدش حتى يقدر يحصل النقر بالنس ليه محمد صلاح بتمن أهداف موقف ليفربول للأسف صعب جدا وهي وجه النهاردة ريال مديد على أرضه مغلوب على أرضه خمسة ثلاثة فالقصة صعبة جدا ليفربول خلاص في حتة بقى بعيدة يعني للأسف شيء حزين ما عرفش وبعدين هو كمان تبصت لقى مثلا اتغلب خمسة ثلاثة ده ريال مهار يعني هو كان متقدم اتين سفر تلقى خمسة أهداف وبعدين رح ايه كسب منشصة في المباراة خورة في سبعة سفر بعدين جهت لوحد من الناس عايز الصلاح يفضل في ليفربول بس بشارت انه شركة سنة جاف يضر الأبطال عشان ده أرقام بزبط لكن لما يبعد عن المربع الزهبي لا الدنيا صعبة وضعه طبعا في المركز السادس كان قريب انه هو يصل المربع الزهبي لكن بهزيمته الغريبة جدا قدام بورلموس النهاردة في موقف صعب جدا 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 قدام ريال مدريد لانه مش مطالب بالفوز ده مطالب بسلاسية نظيفة عشان يتعادل طبعا ده صعب جدا لان ريال مدريد يعني لو اتكلمنا عنه هنلاقي ريال مدريد في ضر الأبطال أوروبا حاجة وفي أي بطولة تانية في العالم حاجة تانية يعني هو يخسر من طوب الأرض لكن في ضر الأبطال أوروبا يكسب أي حد فهي سبحان الله كيميته ماشي مع ضر الأبطال أوروبا فعشان كده بيصعب مهمة ليفربول اللي في آخر السبع مرشات قدام ريال مدريد خسر ستة وتعادل واحدة فالوضوع صعب جدا يكاد يكون مستعيم يحتاجين هلم ديجي معهم عشان يشجلهم عارة 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 المدة مباراة بصراحة طب لو روحنا للدوريات الأوروبية ودوري الأبطال وتقلق الأندية الإيطالية تحديدا والدوري الإيطالي اللي ابتدى يعود مرة تانية شوية وتقلق نابولي وغيره يعني الواحد سعيد لأن الكرة الإيطالية زي ما كانت كرة جميلة بكلم كمان عن ناينتيز التسعينات تحديدا التسعينات كتير أجمل كرة في العالم وعدين تراجعت بشكل كبير تراجعت شوية الأسباني وعدين دوقت فرق كتير جدا من الدوري الإنجليزي مع كامل احترام الدوري أقوى من كاس العالم أقوى من أي بطولة في العالم لكن بصراحة المتعة كلها في الكليتشو يعني الدوري الدوري بصراحة ده يعني رجوعه أي فرق يعني إيه هتلاقي اللي بيشجع ميلا فرحان لوجود مثلا نابولي والإنتر اللي بيشجع إنتر فرحان لوجود لا هي بصراحة الدوري الإيطالي هي متعة كرة القدم الكليتشو مرتعة كرة القدم فهونه بقى موجود بصراحة ده ممتاز جدا وأن التالياتة موجودين يمكن عزا أقول له حركة معلومة إن إيطاليا فيها مدينة ميلانو المدينة اللي حدها في أوروبا اللي فهنا دي خده دور أبطال يعني اللي خدت سبعة والإنتر ميلانو خدت ثلاثة يعني كان قريب من الإنجاز ده مدينة مدريد الأسبانية لما قتلتكم مدريد اتأهل مرتين للنهائي واللي مرتين خسرهم ضد ريال مدريد لو كان كس واحدة فيهم كان على الأقل يبقى زي عادل مدينة ميلانو فمتعة الكرة موجودة في في الكرة الإيطالية وإن كانت طبعا قوتها وجبرتها موجود في إنجلترا ده موضوع منتعي لكن المتعة موجودة في إيطاليا فإحنا أكتر الناس سعداء بأن موجود خلاص تأهل طبعا القطبين الإنتر والميلان والنهارده إكلينيكيا نابولي موجود لأن نابولي سندي حالة خاصة جدا بالنسبة بقى لفاريس سان جرمان وخليدي تقول يعني نقطتنا الأخيرة لأنه وقت خلاص بيطير دايما في وجود حضرتك فاريس سان جرمان نقدر نقول أنه إلى حد كبير قوي خلاص اكتفى بالدوري المحلي دوري فرنسي لنودع بالفعل دوري الأبطال من هذا المنطلق في رأيك مين بل هيحصل على لقب دوري الأبطال دوري الأبطال أعتقد شوف طالما هو جدري المدريد طالما هو جدري المدريد تحط رقم واحد وعدين ندور على حد تاني ماهما كانت ظروفه ماهما كان بيعاني شوف هو في الفرق في الدوري الأسباني بيخسر قدام أي حد مع عرش الكتافي رقاف أي حد لكن في دوري أبطال أوروبا لا بيأكل أي حد مش بيكسب يعني شوف السنة فاتت مطلعة شيلسي وليفربول ومنشستر سيتي وباريسانجر لا لا فريق غريب جدا فأنت حط ريال مدريد بشخصيته اللي هو بيسموه دوري أبطال مدريد يعني دوري أبطال ريال مدريد كمان فهو أحطه وأقدر أقول لك من الفرق اللي موجودة لحد الوقت بصراحة منشستر سيتي ولا أتجاهل نابولي تجربة نابولي يعني لا أتجاهل تجربة نابولي لأنها تجربة تستحق لكن منشستر سيتي فريق قوي جدا أتوقع أنه في المرتبة الثانية بعد ريال مدريد اللي ممكن ينفس على دوري أبطال السنة إن شاء الله إحنا سعيدنا وتشرفتك معانا كالعادة أستاذ محسن شكرا جزيلا شكرا أستاذ محسن وإن شاء الله يوم الجمعة الأهلي فرحنا وإحنا وفقين بإذن الله الأهلي يعني حيفرح وحيصالح جماهيره يوم الجمعة بإذن الله نشوف أداء جيد والنتيجة كمان جيدة هنطرك حضراتكم مع فقرة مسجلة مع كريم ودكتور علاء الدين وإحنا نشوفكم بقى إن شاء الله يوم الحد الجاي وحلقة جديدة عشر صبح الأهلي مع السلام